السلام عليكم طلاب أرجع نعيكم بحل أسئلة اليوم الثاني مع الأستاذ سعدادي واللي هي محافظة نمال اليوم يلا أول ما نبدأ طلاب السادس اللي متعودين عليها بعد تدبون نقطع الخابجية مننا بدي نحلها أول شي نقرأ الأسئلة ماذا كان كابتن ستون ماذا كان يشبه كابتن ستون كابتن ستون ها لعقوا مكسورة سيتفتحها يلا السؤال الأول من القطع الخارجية ماذا كان يشبه كابتن ستون كابتن ستون كان رجل شديد وصارا كيف يمكن أن البابط والجنود أصبحوا على وفاق جميع الجنود أطاعوا الضابط باستثناء فراغ باستثناء منه ما ندري طبعا شرحتها بالتفصيلان باليوتيوب بدون تبقون حلقة مالتها خاصة بها بس هي بس السلان ويحل الأسئلة ما قدر أطول ما هي الإجابة التي أعطاها آخر جندي والسؤال السادس يعني أطي عنوان لأجل هذه القطعة يلا سيحنا فهمنا الأسئلة نبدأ نقرأ كابتن سيحنا يعني كان هناك بابط صار جدا كان يتحدثوا إلى بعض الجنود الجدد هم هات نتواجب هات نتواجب هات نكون لديهم لأيذن هو ما شافهم قبل بحياته يعني أول مره يشوفهم لذلك هو بدأ إذن قال اسمي هو شنو شنو يعني ستون معناها حجارة وأنا أقصى من الحجارة أقصى من الستون الحقيقي يعني أنا اسم على مسمى لذلك افعل ما أخبرك به أو سوف تكون هناك مشكلة لا تقم بأي الحجارة لا تقم بأي الحيل معي عندها سوف نصبح جميعا على وفاق ثم ذهب إلى كل جندي واحد ورى الثاني ويسألهم واحد واحد يسألهم على أسماءهم الدورج قال تحدث بصوت عالي حتى كل شخص يقدر يسمعك بوضوح وقال لا تنسى أيضا أن تناديني بسيدي كل جندي أخبره باسمه حتى وصل لآخر واحد آخر جندي الرجل بقي محافظا على الصمت لذلك كابتن ستون صرخ بوجهه عندما أسألك سؤال عندما أسألك سؤال أجب عليك سأسألك مرة أخرى ما اسمك جندي هو أشغال الجندي كان جدا غير سعيد لكن في النهاية هو أجاب اسمي هو ستون بريكر اسمي هو ستون بريكر اللي هي بالمعنى محطم الحجارة سر سيدي هو قالها بتوتر وخوف يعني هو ذاك اسم حجارة وهذا اسمه محطم الحجارة شون رحمه زين قوش فهسا إذن طلاب السؤال الأول السؤال الأول يقول ماذا كان يشبه كابتن ستون يلا إنقل لجواب هو كان شنو هو كان شنو ضابط جدا صارم وأيضا شنو وحتى أقصى من الحجارة خلصنا إجابة السؤال الأول السؤال الثاني كابتن ستون كان رجل شديد سبير شديد يعني إنقل لترو صحيح لقل لك طبعا هيا الإجابة أنا كاتبها بس ليش أنا قاعد أكتره من جديد خلأ أخذها من الملف من الملف السابق بس ثواني ما طبعا يلا طلاب حولنا على ملف إحنا حاليها به حتى للسرعة لما عدنا وقت زين السؤال هذا دي يقول كيف الضابط والجنود أصبحوا على وفاق أكيد خدنا من القطعة الخارجية بواسطة القيام ما يخبرهم به الضابط وعدم القيام بأي حيل معه وعدم القيام بأي حيل معه وعندها سوف يصبحون على وفاق أو تقدر تقول إذا فعلوا ما يخبرهم به عندها سوف يصبحون على وفاق هاي كل من القطعة الخارجية بس سويت عليها تغييرات يعني مو نصا نصا سويت عليها تغييرات وشبحت لك هاي التغييرات بالحلقة اللي رفعتها باليوتيوب مع الحلقات القطعة الخارجية اللي رابطها المفروضة ندات زائلة زين شبحت الكها بالتفصيل تقدر هناك شوفها بالتفصيل زين جميع الجنود أطاعوا الضابط باستثناء شنقلة باستثناء الأخير آخر واحد بالساكت شنو الجواب اللي أعطاه آخر بجندي الجواب بكل بساطة My name is the stone breaker زين بعد السؤال السادس Give a title for this passage أعطي عنوان لهذه القطعة تقول لي قد تقول لي قد تقول لي قد تقول لي ستريكت أوفيسر يعني بابط الصالم أو تقدر تقول لي كابتن ستون أي واحدة من العدوان صح وهنانا تمام خلصنا السألة من نتوجه نتوجه لهذه الأسئلة عدي طلاب هنا السؤال الأول من قطع الكتاب اللي هو لماذا تم اختراع الضادار؟ يلا تقول لي To detect الجواب To detect نحن ديسأل بWhy ما ديسأل When ما ديسأل بوقت ديسأل Why سبب فجوابك كافي تجيبه من To detect ما كدعي تجيبه من البداية To detect شاسمه حتى يبحص أو يكشف Enemy Air Craft On Ships To detect Enemy Air Craft On Ships حتى يبحص أو يكتشف سفن مال العدو وطائراتهم كذلك زين بعد شنو مش عدي السؤال الثاني The amount المونت اللي هي اللي كمية Of money كمية المال On interpreter gets Dependence on يعني المال أو الكمية من المال اللي حصلها المترجم تعتمد على Dependence on تعتمد على فراغ and فراغ تعتمد على شنو يلا إجابة تقارن قطع كتاب لو ما قارن Who You are Working for من تعمل لأجله منو اللي بتشتغل لأجلة انت بالضبط منو Working for and How Many Of You are Working هذا الجواب الجواب Who You are Working for من الذي تعمل لأجله And How Many Of You Are Working Which Get عدد الأشخاص اللي يشتغلون وياك يعني أكيد إذا تتشتغل وحدك تحصل أجر أعلى فمو تشتغل يا جماعة وتريد أجر كبير يلا السؤال البعد لماذا 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 فقط 50% من الذين كانوا اعطل لأجل لأجل لماذا يقول لك فقط 50% من الطلاب اللي تم قبولهم بابتحان الدبلوم لماذا التفجمة لماذا 50% ما السبب بتش تقول لأجل الجواب تقدر تقول لأ because طبعا تبدي because زين بادي لك why because it is هي مو it is بالماضي it was very شنو difficult لأنه كان صعبا جدا أو تقدر تقول نفس الشي الإجابة الثانية because the course was very difficult صعبا جدا سهلا زين السؤال البعد how should the radar be maintained كيف يمكن صيانة الرادار جوابك يبدأ من by تذكرون by fixing and checking أو تقدر تقول checking and fixing عادي بواسطة إصلاحه وفحصه بشكل منتظم أو تقدر تقول by checking and fixing نفس الشي نفس الشي حتى وتقدم بها وتأخر بديش عادي المو من تفاهم المعنى مزيلا بعد شعدنا السؤال بعد بعض ضباط الشرطة لا يشغلون مالتهم الرادار لماذا لا يشغلون المالتهم بادار هيا هاي إجابة كاملة ما أخذيها من القطعة طبعا هذا السؤال نقدر نقول عليه سؤال إثرائي عادي يجبتلكم بالعمد حتى تقوم القطعة أيضا وتقوم بها لأنه ممكن يجي هذا الجواب هذا الجواب مات نسخ نرجع هذا سيب قلتلكم يابا أقضوا إياي عادي حتى لو مثلا مو بستقون أخذوا فد نظرة لأن هم يجيبون مو يجيبون حتى لا يخلون الطالب يأخذ مية ما يبدون يهجان يأخذ مية فدن دي يقول لك بعض ضباط الشرطة لا يشغلون راداراتهم رادارات كش بسترع ما يشغلوها حتى فرار حتى فرار حتى شنو حتى يرون سيارة انه يعتقدون انه مسرحة زين السؤال البعض دي يقول كيف ماذا سوف يكون لو كان هناك مترجمين اثنين يعملون معا في نفس المقصورة شو سكوت اليوم شو ما حد يجاوه تذكرون لو ما تذكرون دارسين لو ما دارسين ماذا سوف يكون شنو شاخون تذكرون تذكرون يعني يتبعدون بالأدوار زين بقين مجبو Con شplayer ايضا مجبو جوث ايضا ايضا من نفس المقصورة ات tiles ثم ثم يفعل الجوار ثم يفعل الجوار ثم يفعل الجوار الجوار يمكنهم بإمكانهم الأمر فانهم يفعل اكلم ثم ثم يفعل خلفه هذا هو الثاني السلطيني مجال يقول لك استخدم استخدم هذا مبني للمجهول الغير رسمي مبني للمجهول الغير رسمي الآن لقيت لقيت لقيتها ما لقيتها بحدي حتى استخدام الفاعل حتى استخدام الفاعل لا ركز ما حedes ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يقول لك كود اي سبيك تو لو اي وانتو تتوك تو مستر حازم يلا لما نلقيت كلمة مستر يعني سيد يعني سيد يعني عافية كود اي ليش لان نلقيت مستر يعني جاي احترمان يعني هذا الشخص انا احترمى واعزة فشنو هو الطلب المؤدب شارحي كود اي سبيك تو هل استطيع ان اتحدث الى السيد حازم اذا اختاب كود اي سبيك تو احسنتي يلا الجملة اللي بعدها هي في السادس عدادي مثلكم شي بين قوسين شد لو شد انت يجب او لا يجب اقراجويت ذي السمر انتو تخرج هذا الصيف يجب انت تخرج لو لا يجب انت تخرج وتروح للجامعة شد يجب شد يجب شد السر سارة قوت لو ميت هذا مبني للمجهول بالصيغة الغير رسمية لقد وشويتش ان نحلى بالقواعد بس هالمرة جان اختيارات يقلك شون الصحح هنا قاعدة القاتل لو قاعدة الميت هنا نلقى الفعل مالتنا اللي هو تيرن بيا تصريف بيا حالة بيا حالة شو تقولون شو تقولون تيرن بيا فين الى إي دي مجرد 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 السؤال الخامس لقد تعلم أنه كان يملك عندما أخرج تصريف الثالث مجرد ماذا تام شرطي يلا احنا وضحنا لكم ليش نجيب الهار طلاب ليش نجيب الهار لان الود ش تريد الود دائما ش تريد الود تريد مصدر الود ش تريد مجرد فاحنا حتى نسكتها ش طيناها الطيناها الهار وصلت يعني هاي حتى نسكتها ليش لان ما بتام الشرطش يريد بالنهاية الفعل شي يكون تصريف ثالث يصير اخليه تصريف ثالث واني عدي ويد اللي دائما تريد مجرد يصير لا فبمن اسكتها اسكتها بالهار اطيها هار حتى قلها يا با سكتي هاج هذا فعل مجرد حتى ذاك اقدر اخليه تصريف ثالث صاب واضح لان احنا اش دارسين بالثالث متوسط الود شري يجيب الود مصدر مصدر مجرد مصدر 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 اذاه اختارier اذاك من فينا اذاه اختار 없ور في بيت يعني هاي الهومستاي معناه هذول اللي يرحون للأجانب ويعيشون ببيت عائلة هو هذو الهومستاي يبقى ببيتهم يعيش ببيتهم حتى شنو حتى هيدور يتعوض على حد شمالتهم يتعلم اللغة الإنجليزية درسيها بنيوت الثالث الدراسة في بريطانيا زين بعد شعدي المثال البعدي رادار سبيد قنز رادار كشف السرعة لا يحتاج أي شنو ما يحتاج شنو ما يحتاج شنو ما يحتاج شنو ما يحتاج أي عناية يعني أي واحد يقدر يشغل الله خلصت زين السؤال البعضة I am interested in environment in the environment آني مهتم بالبيئة I would like a farah in ecology إيكولوجي اللي هو علم الأرض I would like a هاي الأه تجي دائما قبل الاسم إذن آني أريد اسم شنو هو الاسم عدي إيكولوجي علم الأرض يعني أكو مهنة بعلم الأرض إذن إش إنزل؟ إنزل كورير زين بعد I have to فراغ the door it is not solid إنه ليس صلب الباب مو صلب يعني آني إش أحتاج شسوي لهذا الباب replace شنو يعني replace يعني أبدله يلا إذا الواحد باب بيته ما شارع تعبان مو يبدله زين بعد شعدك دي يقلك فراغ translation doesn't always give the right meaning يقلك فراغ الترجمة لا تعطي دائما المعنى الصحيح يا ترجمة دائما ما تعطي المعنى الصحيح بببط الترجمة الحرفية اللي هي literal literal اللي هي الترجمة الحرفية إذن هذا أشيله أخليه بالحال بالنهاية خلصت ولpropriety أستاذ شنو سالفتها هاي زايدة هو بالعمدة نجيب لك واحدة زايدة حتى تغلط بزر هسا الهنا خلصنا بقى شنو بقى الفرع بي هذا املاء طلاب دي يقول if you disobey someone إذا التمطيع شخص ما you فراغ أنت فراغ شنو don't do what they say لا تفعل ما يقولون لو don't like them لو لا تحبهم إذا التمطيعهم ما تحبهم لو ما تفعل اللي يقلو لك عليه أكيد ما تفعل اللي يقلو لك عليه فنختار هذا الخيار don't do what they say السؤال بعده architect الي هي الهندسة المعمارية أو ليه الهندسة المعمارية architect الي هي المهندس المعماري اسم وظيفة هاي architecture الي هي الهندسة المعمارية engineer اسم وظيفة الي هو المهندس ماذا نقول هندسة؟ ما حadas هي نفس طلار لكن ما إضيف لها؟ بمر�ها ing وبعدوLY حولتها من اسم وظيفة لأاسم مهنة 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 حيث مهنة مهنة حسنا مهنة عصر سنوي مهنة مهنة مارد المترجم للأسفل 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 ولي هو مال للقصة ما هو الحصة سترسون انقلاه سترسون لأن الناس يتشرح كل شيء ينصف مال ومتلق مياه ومتلق ستار و هليما ايتش بريت و الخبز لماذا الستار أدري إلى الحصول ليش اجى لبيت صديقة التجواب جدا بسيط تقل لها تتعلم لفاميلي عن ما حدث تهزي فراند هو علي اللي انكتل بالحرط بعد يقل لك هي دعوة صادقة تشنو تسستين فاميلي لإجراء لإجراء وإجراء للمحافظة على العائلة وليجعل الطفولة آمنة وليكي يحب بعضنا الآخر والسؤال شنو هي الأفجوحة تقل لها The Swing is one of the best short stories about her والسؤال هذا وين دد محمد خضايا write The Swing متى محمد خضايا كتب الأرجوحة تقل لها he wrote The Swing هو كتب الأرجوحة when he was 25 years old لما كان عمر 25 سنة after the summer 1967 were against Israel يعني بعد حرب صيف 1967 ضد إسرائي لأن العراق كان بحرب ويا إسرائي زين هذا ما عدم شي وهنا نعدك السؤال الخامس هو السؤال الإنشاء أحمد wants to be a security guard he is meeting the manager of a security company بعد الإنشاء مليونة ثاني ومحفظة الكياء آمي لهنا تكون خلصنا الحل ما لأسئلة ترجمة نانسي قنقر